كاسي مقصورة بقى والوجهة والسفر والبتاق لا ده هنا فيه كلمه على واقع جامد قوي وفكر عالي قوي لتنين الحقيقة حاجة قوية جدا جاية بشكل انا اوما رشوف احلامي وانا في الملعب وانا بقف وبتفرج اقول انا لو بقيت قاده مجلس قدارة ولا رئيس مجلس قدارة النادي الاهلي ده ولا مدير كورة حعمل كذا واعمل 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 واحنا على عيبة كمش كنا بنحلم ممكننا لحد بيضايقنا من حاجة اقوله طب والمصحف انا لو جيت لك لح افرجك ازاي الادارة تبقى عاملة ازاي والله انا لو جيت لك في المجلس الادارة الراجل الغالبان ده لحعمل له واسوي له وعمل له تكافل وعمل له تأمين وعمل له كل حاجة بجي حاجات احنا كنا نتكلم نفسنا فيها واحنا لعيبة كورة صحيح ممكنش ظروف ايام تسمح لنا وكنا بنخرج على وقت الوقت اللي احنا موجودين فيه ده وقت بلب بتتلمي فيه تاني العيلة بتتلمي كلها تاني العيلة بتحط ايديها في ادين بعض تاني مصلحة مين ان احنا نفترق مفيش حد بمصلحة حد احنا وطننا دلوقتي لو كنا سمينا الاهل ده وطن وطننا اولى بينا وطننا اولى بكل ولاده مصر اولى بينا كلنا عايزين نبعد عن كل الشوائب اللي احنا حصلت الفترة اللي فاتت دي منمدي ايدينا في ايديها بعض منلم ايدينا على المعتدي عنى في اي حتى في موقعي في اكل عيشي في بلدي في اقتصادي في السياحتي انا بكلمك من قلبي مش بكلمك في ناس كلمب 익ل بنتو محسنة وشعراتي شوائي شعراتي شوائي بس انا بكلمك من قلبي انا زعلان على لي بيحصل على الخيانات اللي بتحصل فتن اللي بتحصل في كل المواقع عايزين نلم من لما تاني قبل عالفين وععاشر بتاعت фильма قناش نعرف احنا احنا بينك عارفين كل حاجة دلوقتي يا فاروق. احنا نكوناش نعرف حاجة خلص. انا كنت لا عرف الجيش بيعمل ايه و لا كنت اعرف code بتعمل ايه. الحكاية بقت مفتوحة خلاص دا. يعني بقت دلوقتي مفتوح على محمود طهر على طول. مفتوح على الخطيب على طول. مفتوح على القيم كله. ixes شهرة عايزين نلم بقى نفسين شوية. ونرجع تاني لان اللي بيحصل ده المجلس ما حدش يعرفه خلاص. لا يطلع صحفي قريب من واحد في المجلس فياخد الامتياز ويطلع حولنا ولا يطلع حد يباها انه شال حد وجاب حد هو الاحسن في الحيطة دي احنا عايزين نبقى عن كل السلبيات اللي موجودة في حياتنا احنا ده حقيقة كابتا عايزين نبقى عمر بن الخطف في كل حاجة وقبل ما اختم معك كابتا انا انا بقول النادي الاعلي مش النادي فقط ده مؤسسة كبيرة وطنية مؤسسة وطنية كبيرة رياضية بتعتمد عليها الدولة بشكل كبير يا كابتا في اخراج ابطال للعالم بالنسبة للمصر واكيد بطولات من خلال فريق الكورة والسلة والطيرة واليد سواء رجال او سيدات اكيد وجوده في احسن مكان او في حالة استقرار وفي حالة ادارة وعية بتكمل مسيرة الادارات اللي قبل كده هو ده اللي احنا محتاجين هو ده النادي الاهلي هو ده اللي احنا مستمتعين به وانا وانت النهاردة كابتا شريف بنستمتع به وانروح نكمل استمتعنا به دلوقتي في النادي واعلان النتيجة سواء مين هيكون متواجد احنا في ظهره كأولاد النادي الاهلي كابتا شريف عبد المنعم بشكرك شكرا بشكرك وبكمل لك حتة المؤسسة ان هي مؤسسة مصرية ملك الاعضاءها وجماهيرها والوطنها صحيح كل ما المؤسسة وقفت على رجلها كل ما احتزينا بها جميعا حقا حكsec Jacques شكركم ME معاكم مكملين من خلال قناة الاهلي في هذه التغطية الكبيرة والجميلة من قناة الاهلي لعملية الانتخاب لرئيس النادي الاهلي وعضاء مجلس صدارة النادي الاهلي اللي هيكونوا متواجدين إن شاء اللهวهي نهاردة او بكرة في الساعات الاولى من صباح انبل interventions رئيس النادي او اعضاء مجلس صدارة النادي الاهلي الجداد لمدة 4 سنين قادمة إن شاء الله يكونوا فيهم ازدهار أكثر للنادي الأهلي وجوده في مكان أكبر مما هو فيه كنادي كبير وأعظم نادي في الكون زي ما احنا بنقول وهو النادي اللي فوق جميع أبناءه طبعا نادي الأهلي أعظم نادي في الكون فأنا بشكركم شكرا جزيلا مستمتعين بهذا اليوم إن شاء الله هنكمل استمتعنا بهذا اليوم مع زمننا هيسم السعيد هيكون متواجد معاكم بعد الفاصل أهلي ينتخب اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة